دعاوى قضائية وملاحقات قانونية ضد كل من يحاول أن يظهر الوجه الحقيقي للنظام التركي ويكشف حقيقته ومعاييره المزدوجة في التعامل مع القضايا خاصة موقفه من القضية الفلسطينية وشعاراته الزائفة بمعادة إسرائيل في حين تشير الدراسات أن أنقرة زادت من تجارتها الاستراتيجية مع إسرائيل في الفترات الأخيرة مصادر صحفية أفادت أن سلطات النظام التركي فتحت تحقيقا بعد أن تقدم نجل رئيس النظام بوراق رجب أردوغان بالشكوى ضد الصحفي متين جيهان الذي كشف عن وثائق تشير إلى مواصلة سفينة يملكها بوراق أنشطة الشحن بميناء إسرائيلي الصحفي متين جيهان أوضح أن المعلومات التي حصل عليها هي من مصادر مفتوحة ورسمية ومتاحة للجميع موضحا أنه سيشرحها حتى يتمكن الجميع من الوصول إليها دون أي شك حول ما إذا كانت صحيحة أم لا وفي وقت سابق أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وصول سفينة تركية إلى ميناء حيفا محملة بقرابة خمسة أطنان من الخضروات مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لسد النقص في الإنتاج الزراعي الذي عانت منه إسرائيل جراء الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب الأخيرة مع قطاع غزة هذه الشكوى التي تقدم بها نجل رئيس النظام التركي أعادت للأذهان قصص مئات من الصحفيين المعتقلين ناهيك عن آلاف الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين والإعلاميين الذين انتقدوا سياسات رئيس النظام التركي وفي مقدمتهم الصحفية صدف كاباش التي اعتقلت مطلع عام 2022 بعد أن انتقدت رئيس النظام رجب أردوغان الذي حول تركيا بحسب تقارير حقوقية ومنظمات دولية لأكبر سجن للصحفيين بالعالم اشتركوا في القناة